بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة سوف نتحدث اليوم عن عشر علامات تثبت محبتك أنت لله تبارك وتعالى كيف تعلم أنك تحب الله الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فعلامات محبتك لله سبحانه وتعالى تورثك محبة الله لك من أحب الله بصدق أحبه الله بصدق ومن أحبه الله رضي عنه ورزقه وحفظه وكان بأعين الله سبحانه وتعالى كما قال فإنك بأعيننا تخيل أنك أخي الحبيب تكون دائما في رعاية الله في حفظ الله في كنف الله عين الله ترصدك رحمته تحيط بك عنايته من حولك دائما فلا تحزن في هذه اللحظة ولا تخاف ولا تسأل أحدا شيئا من الدنيا دعوني أنطلق معكم إلى هذه العلامات العشرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا أن تكون هذه العلامات فينا جميعا إن شاء الله أول علامة أنا اخترتها حبك لله فإذا أحببت الله لابد أن تحب لقاءه من أحب أحدا أحب لقاءه مثال على ذلك أنت تحب أباك أو ابنك أو صديقك محبتك هذه له تجعلك تشتاق لرؤيته تشتاق للقائه ترجو لقاءه لذلك هنا الله سبحانه وتعالى ماذا قال اقرأ معي هذه الآية من سورة العنكبوت من كان يرجو لقاء الله يعني من كان يحلم ويأمل ويتأمل ويفكر ويتمنى لقاء الله فإن أجل الله لآت إذن الموت هو الذي يفصلك عن لقاء الله هذه الآية تريح القلب تعالج من لديه خوف من الموت نحن كلنا أو معظمنا يخاف من الموت هذه الآية علاج تعطيك اطمئنان أن الموت هو حاجز بينك وبين لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم أي الأجل هو الوقت واللحظة التي حددها الله لك للقائه سبحانه وتعالى لكل أجل كتاب يعني حياتك لها ثوان معدودة كلما مضت ثانية مضى جزء منك حتى تمضي آخر ثانية فيكون الموت تكون على موعد مع الموت وبالتالي بعد الموت ستلقى الله عز وجل طيب هل أنت فعلا تحب لقاء الله يعني عندما يأتيك الموت أو تخيل نفسك أن الموت قد جاء هل تتمسك بالدنيا وتحرص على الدنيا وتضحي بكل ما لديك مقابل أن تطيل عمرك ولو ثانية أم أنك ترجو لقاء الله في هذه اللحظة وتسرع لقاء الله سبحانه وتعالى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما خير وهو على فراش الموت بين أن يعيش ما شاء أو يلقى الله فكان يقول بل الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم من هنا أخي الحبيب إذا كنت تحب لقاء الله فأنت تحب الله هذه علامة مهم بل أهم علامة لأنه من غير المنطق أنك تقول أنا أحب فلان ولكنك لا تحب رؤيته أو لا تحب لقاءه لذلك هذه العلامة اختبر نفسك إذا لم تكن موجودة فيك درب نفسك عليها احفظ هذه الآية من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم سيأتيك الأجل مهما طالبك العمر هذا الإله سميع يسمع ما تقول وما تدعو به وعليم بحالك عليم بما في قلبك هل أنت بالفعل تحب لقاء الله أم لا إذن هذه هي العلامة الأولى العلامة الثانية المهمة جدا هل أنت تتبع من أرسله الله لك وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يعني أنت تدعي أنك تحب شخص وهذا الشخص تحب ابنك مثلا يعني ولله المثل الأعلى وابنك هذا هذا أنجب طفلا عادة تكون محبتك لابن ابنك أكثر من ابنك يعني الحفيد يعني الحفيد يكون أغلى من الولد عادة بسبب حبك الشديد لهذا الابن تحب ابنك لماذا؟ لأنه جزء منه وكأنه هدية جاءت لك تشعر بها أنت تحب مثلا شخص تدعي أنك تحبه وليكن أباك وهذا الأب أرسل لك شخصا ألا تكرمه ألا تستمع له فكيف برب العالمين عز وجل أنت تدعي محبته ثم عندما تتأمل حياة هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا تكترث بها وهو الرسول الذي أرسله الله إلينا جميعا أيها الأحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم إذن من ينكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لست بحاجة لهذه السنن والأقوال والأفعال ويعني حياة قديمة عاشها في قبل 1400 سنة ونحن اليوم في عصر التكنولوجيا الرقمية لسنا بحاجة لهذه التعاليم إذن أنت لا تتبع النبي وبالتالي لا تحب الله لأن هذا النبي لم يأتي بشيء من تلقاء نفسه بل كل ما جاء به من الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي طيب الله أرسل لك رسالة عبر هذا النبي الكريم قال لك مثلا مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبط تسمع هذا الحديث ثم تذهب لتؤذي الناس بكلامك إذن أنت لم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال لك برسالة جاء بها من الله عز وجل من صام يوما في سبيل الله يوم واحد فقط ما هي النتيجة باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا طيب أنا سمعت هذا الكلام واقتنعت به وصدقت أن هذا حديث صحيح بالفعل وأن النبي قاله لي طيب ثم لا أصوم لماذا إذن أنا لا أتبع النبي وبالتالي أنت مشكوك في محبتك لله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طيب الصيام يوم هو أن تمتنع ساعات قليلة عن الطعام والشرب ولكن في سبيل الله أن يكون خالصا لوجه الله يبعدك عن النار سبعين خريفا طيب كيف إذا صمت الاثنين والخميس كيف إذا صمت الأيام البيض الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من كل شهر قمري كيف إذا صمت التاسع والعاشر كيف إذا يعني كيف إذا كانت حياتك كلها أو معظمها الصيام لله عز وجل النبي وعدنا أنه من حرص على الإكثار من الصيام دخل من باب الريان وهو باب مهم من أبواب الجنة الثمانية لا يدخله إلا الصائمون طب أنا بعد ما جاءتني هذه المعلومة ألا أصوم ثم إن الصوم له فوائد طبية وله فوائد نفسية وله فوائد في علاج الالتهابات والأمراض والوزن الزائد وإلى آخره طيب معنى ذلك يعني دائما هذا مؤشر مهم أيها الأحبة أنظر لنفسك مدى اتباعك لهذا النبي يعطيك مؤشر لمدى حبك لله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم العلامة الثالثة يعني الرضا أيها الأحبة الرضا شيء مهم الله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه طيب هذا الكلام ما معنى أنني عندما أرضى عن الله الله يرضى عني طيب هل أنا العبد الفقير الضعيف الذي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا أملك موتا ولا حياة ولا نشور ولا أملك أي شيء يعني أنا أرضى عن الله نعم أيها الأحبة الله عز وجل أصابني ببلاء كيف تعاملت مع هذا البلاء هذا هو المؤشر مؤشر حبك لله حبك لله هل رضيت هل صبرت عندما ضاق رزقي ذات يوم هل وثقت بالله وثقت بكلام الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هل رضيت عن هذا البلاء كل واحد يتعرض للكثير من المشاكل للأذى لأمراض لظلم أحيانا يتعرض لظلم هل أنت ترضى عن الله وتقول يا رب أنا سأصبر ابتغاء وجهك والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم هل أنت من هؤلاء الذين رضوا عن كل ما أصابهم يعني هل أنت الآن الآن وأنا أحدثك هل أنت الآن في حالة رضا عن كل ما أصابك من السلبيات والبلاء والهموم والأذى والظلم والمرض والفقر هل أنت راض إذا كان الجواب نعم إذن أنت حققت العلامة الثالثة من علامات حب الله وهي الرضا لذلك أحفظ هذه الآية رجاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه العلامة الرابعة أيها الأحبة أن تحب الوفاء بعهد الله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق أنا عندما أحب شخص من البشر ضعيف لا يملك شيئا أصلا يعني حتى لا يملك لا يملك النفع لنفسه فكيف يملكه لغيره ولكن عندما أحبه تجدني ألتزم معه أوفي بعهدي معه كيف بك وأنت تدعي حب الله عز وجل هل أنت وفيت بعهدك مع الله عندما تعاهد الله أنك لن تؤذي أحدا هل تلتزم بهذا العهد عندما تعاهد الله أنك ستعفو عمن أساء إليك هل ستلتزم بذلك لذلك هذه الآية مهمة جدا أيها الأحبة أن المؤمن دائما لديه مواثيق وعهود مع الله عهد الصلاة أنت ما دمت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إذن أنت قطعت عهدا مع الله أن تلتزم بما أمرك الله به الصلاة هل أوفيت وفيت بعهدك مع الله فأقمت الصلاة ولم تضيع أي وقت قدر مستطاع هل أنت أديت الزكاة هل أنت صبرت على تدبر القرآن وقراءة القرآن وتأمل آيات القرآن أم أنك انشغلت بالدنيا إذن الوفاء بالعهد هو مؤشر مهم على محبتك لله سبحانه وتعالى الخشوع لله أيها الأحبة أن تحب أن تكون خاشعة لله طيب انظر إلى الأنبياء لا شك أن الأنبياء هم أكثر حبا لله عز وجل لأنهم أكثر علما ومعرفة بالله في سورة الأنبياء نجد أن الله عز وجل كان يستجيب بسرعة دعاء أنبيائه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أن سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له انظر الفاء هنا للسرعة فاستجبنا له وقبله سيدنا أيوب رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له مباشرة سيدنا زكريا عليه السلام رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له إذن الاستجابة السريعة لماذا؟ هنا الجواب هو الخشوع سر الاستجابة هو الخشوع اقرأ معي هذه الآية رجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين أن تكون خاشعا لله هذه علامة مهمة جدا من علامات حب الله ورضاك عن الله وأنك بالفعل قبلت ورضيت بالله تعالى ربا من كان أكثر الناس خشوعا أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام تجد أحدنا في صلاته يفكر بمشاغل الدنيا وينسى الخشوع والصلاة كلها خمس دقائق أو عشر دقائق كحد يعني أقصر نادرا نادرا ما نخشع لله نستمع للقرآن وعقولنا تفكر بأمور الدنيا الفانية لذلك هذه العلامة الخامسة الصبر أخي الحبيب الصبر دائما من أحب شيئا صبر من أجله يعني من يحب مثلا صفقة مع تجارية من يحب أن يحصل على شهادة مثلا شهادة جامعية أو شهادة أي نوع من أنواع الشهادات يدرس ويتعب ويصبر ويحرم نفسه من النوم ويحرم نفسه من متع الدنيا على أمل على أمل ماذا أن يحصل على الشيء فاني أصلا هو سيفنا يعني طيب كيف بمن يدعي أنه أحب الله لابد أن يصبر على هذه الدنيا وبلائها أقرأ معي هذه الآية والذين صبروا باتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية حسن ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون يعني يغطون يعني يمحون يدارون يخفون يعني دائما عندما يعمل سيئة مباشرة يتبعها بحسنة نظر إلى ما حرم الله مباشرة يتصدق أو يتكلم كلمة طيبة مع أحد يتبعها بأي حسنة ليمحوها إن الحسنات يذهبنا السيئات ويدرؤون بالحسنة السيئة ما هي النتيجة أولئك لهم عقب الدار وهي الجنة الدار الآخرة لذلك الصبر مهم جدا كعلامة من علامات حب الله عز وجل اختبر نفسك هل تصبر أم ماذا العلامة السابعة الفرح برحمة الله الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون طيب أنت تفرح عندما يأتيك مبلغ من المال تفرح عندما تبشر بطفل بمولود تفرح عندما تنتقل إلى منزل جديد وكل هذا فاني أيها الأحبة كله ستتركه وراءك المال والأهل والتجارة والكل شيء وحتى الشهادات ستتركها وراءك وتدخل إلى قبرك وحيدا لن يدخل معك إلا عملك إلا صبرك إلا فرحك بلقاء الله لذلك هذه الآية من المهم أن تحفظها وتعمل بها وتفرح برحمة الله لأن من أحب أحدا فرح به فرح بكلامه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يعني أنا عندما أكرمني الله بالإيمان هذه أكبر فرحة بالنسبة لي وليس المال والمتاع والأولاد ورحمة الله فضل الله أهم فضل ورحمة هو نعمة الإيمان نعمة الشكر نعمة الإسلام أيها الأحبة فاختبر نفسك هل أنت بالفعل تفرح برحمة الله هل تشعر أصلا برحمة الله هل تشعر برحمة نعمة البصر نعمة السماء إذا كنت دائما تحمد الله تحمد الله من قلبك دائما هذا دليل على فرحك برحمة الله وإحساسك برحمة الله لذلك أحفظ هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون العلامة الثامنة وهي مهمة أيضا الخوف من معصية الله تبارك وتعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين عذاب فيه ذل وإهانة عذاب مهين هل أنت في داخلك عندما تعصي الله عندما تنظر إلى فتاة متبرجة أو تنظر إلى مقطع على الإنترنت محرم أو عندما تظلم إنسانا أو تفعل نميمة تتكلم على إنسان بسوء أو عندما تأكل مال إنسان هل أنت تخاف؟ تخاف من هذه المعصية وتحاول أن تدرأها بالحسنة تحاول أن ترد هذا الحق لأهله إذا ظلمت زوجتك هل مباشرة تخاف من معصية الله فتسعى إلى إصلاح هذا الموقف وإصلاح هذا الظلم وأن تبدلها مكانه فرحا وسرورا ورحمة وعفوا وتسامحا وكرما هل تسعى لذلك؟ إذن اختبر نفسك من علامات محبة إلا أن تخاف من المعصية لأن من أحب أحدا أطاعه ولم يعصيه هذا في حق البشر فكيف في حق الله عز وجل؟ العلامة التاسعة أخي الحبيب ماذا تشعر عندما تستمع للقرآن؟ هل تشعر بطمأنينة كبيرة جدا؟ هل تنسى همومك مهما كانت؟ إذا تراكمت عليك الهموم والمشاغل والصعوبات الحياة هل قلبك يطمئن بذكر الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تستطيع أن تختبر نفسك لأن ذكر الله هو كلام الله هو القرآن من أحب أحدا أحب أن يستمع لكلامه يعني هناك من يحب مطرب فيطرب لسمع صوته ويتلهف للقائه ويتأثر بما يقول وبالكلمات التي يغنيها فهذا في حق البشر والغناء كما تعلمون أقل شيء ليس فيه خير طيب فكيف أخي الحبيب أنك تدعي أنك تحب الله ألا تطرب لسمع آيات الله ويطمئن قلبك لذلك أحفظ هذه الآية الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب العلامة الأخيرة حب الخير المسارعة في الخيرات قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل خائفا يعني أنت تعطي هذا الفقير وقلبك خائف خائف من العذاب أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون عندما تعطي الفقير أو تعطي أحدا صدقا من أقربائك هل تجلس هكذا وتشعر بالتكبر والفخر وتريد من الناس أن يحمدوك ويشكروك ويمجدوك أم أنك تكون في حالة خوف يا رب هل تقبل هذا العمل هل يقبل الله هذه الصدقة مني فإذا كانت حياتك مليئة بحب الخير مع الخوف من الله وقلبك وجل يخاف دائما من عذاب الله فهذه علامة من علامات حب الله أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا ممن تنطبق عليهم هذه الآيات وإذا لم تكن فيك بعض هذه الآيات أرجو أن تحفظها أخي الحبيب وأن تحاول أن تطبقها لتحظى بمحبة الله إن شاء الله إن الله على كل شيء قدير نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته ورضوانه إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة